السلام عليكم مرحبا بكم اليوم ان شاء الله نصوبوا قطعة البطاطة والكفتة نتمنى يعيش بكم بدأوا على بركة الله خديت هنا البطاطة كما كتشوفوا ليس لقتها ديجا في الماء والملحة خديت هنا البصلة والكفتة اللي شحطهم بشوية زيت شوية ملحة وابزار وعندي لصوص بشاميل كما كتشوفوا راها اختارت في تشوجتها من قبل يمكن لكم لاشتوها خاطر بزاف يمكن لكم تضيفوا شوية ديال حليب لها هنا عندي الفرماج اي فرماج اللي كتفضله انا اخذت هات الفرماج هذا وحكيتم كذلك الملح والابزار اللي يمكن لكم استغنو عليه الى ما بغيتوش هنا عندي اللي غادي دخل الفرن دهنتو بقليل من الزبدة عادي نبدو نستفو بطاطة هي الاولى بإمكانكم ضيفوا الملح والابزار فوقها انا واحدة غادي نديرها بالملح والابزار واحدة يمكنني استغناءها عنها كما كتشوفوا هادي ما غاديش ندير فيها غادي نضيف الكفتاء والبصلة اللي ضيجها مش حرين البطاطة كما كتشوفوا راني سلقتها ولكن خليتها شادارة يعني ما شيتت عجنت ممكن لكم تضيروا اضافات ضيفوا الفرورفل بالالوان ولا كما كتفضلونتوما انا فضلتها كان صوباكة جلديدة ورائعة عادي نحاول نضيف القليل ملصص بشمل عادي نوزعب هالطريقة عادي نضيف الفرماج كما قلتكم من قبل اي فرماج لك هتفضلون نزيد الطبقة الاخيرة ديال البطاطة بهالطريقة نحاول ما نخليش الفراغات نضغط عليها قليلا كما كتلاحظوا بالطريقة هدي يعني الاخيرة كفيفة فهتي نستمر في الطبقة ديال البطاطة ما نخليش فراغات نضع القليل من البشاميل للسطح الوجه نحاول نسرحها على الوجه كامل هي اللي كتعطيدك تقرميشة ولي كتعطيدك الوجه اللي كي يجي رائع بهالطريقة هذي كما تلاحظه سرحت بشامل على الوجه كامل ناخد الإناء الآخر كما تلاحظه مدهون بالزبدة من قبل بعد نسرح في البطاطا نضيف القليل من الملح والإبزار كما قلت لكم من قبل لحسب الإضافات اللي بغيتو كما يمكن لكم تفادوه حيث عندنا البطاطا داجة سلقينها في الماء والملح والفخص والفخص البصلة كذلك قليل من الملح والإبزار حسب الضغط قليل من الملح نضيف بشامل قليل من الملح طبقة الأخيرة البطاطا قليل من الملح لا تنسوا الضغطة خفيفة لكي تسرح بشامل من الملح ندخلهم للفرن من بعد من بعد ما ندخلهم للفرن تحسو بيهم بأن بدأت كطيب يعني طابت بقا غير وجل اللي غادي تحمر غادي نخرجوهم نضيف لهم القليل من الفرماج لحسب الضغط ديلكم لحسب الكيمياء اللي كتبغيو ونردوهم دخلهم للفرن نتلقاوا من بعد ما يطيبوا إن شاء الله هذا هو الشكل ديالهم النهائي من بعد ما طابوا قلت لكم ضفتليهم الفرماج من الفوق واذا تخليتم يكملوا غادي نشوفوا نحاول نقطع لكم من الوسط شوفوا كي غادي جي نتمنى تعجبكم ونتمنىكم تشجعوني بلايك أبني وتفعيل جرس وشكرا لكم بزاف شكرا على متابعتكم وتشجيعكم لي كنشكركم بزاف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر